أستاذ جبار أنت تتحدث وكأنك مراقب أو محلل سياسي ولست مرشح أراك تتحدث بمرارة كنت عضوا في قائمة القرار عن حزب طلال الزوبعي ثم كنت أو تحولت إلى مستقل هل هذه المرارة التي تتحدث فيها تشرح شيئا ما خفي لا الحقيقة هي ليست مرارة هو الشرح لما يجري يعني لما أكوا سبع تالاف مرشح فيهم خمسمائة مرشح أو ثلاثمائة مرشح يمتلكون المال ويمتلكون القدرة على الحركة ويمتلكون القدرة على التأثير فقط بوسائل ليس لها علاقة بشخص مرشح بمشروعه بما يريد أن يحققه فيما يذهب بالنهاية أريد أن أقول أن السباق الانتخابي ابتداء ليس عادلا وليس منصفا لجميع هناك من يتمتع بالمال والإعلام ولديه قنوات فضائية فيما جرد الآخر من كل هذه الأسلحة وبالتالي عليك أن تحاول خلال هذه فترة السباق المتبقية أن توصل برنامجك للناس كيف توصله إذا تسوي مؤتمرات تحتاج إلى أموال إذا تحتاج إلى إعلام تحتاج إلى قنوات فضائية حتى إذا تتمول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تحتاج إلى أموال لذلك أقول عدم تكافأ الفرص ربما سيضيع على العديد من الأصوات والمرشحين إيصال مشروعهم الوطني فيما سيرتفع صوت المال والسلطة ووسائل التواصل والإعلام لدى البعض أنا لا أتحدث هنا بمرارة ولكن أقول اللعبة أصبحت مكشوفة بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم رعاة لقوائم يريدون أن يطرحوا أنفسهم كزعماء يبعثون رسالة إلى تجاههم أستاذ جبار واتجاه خارجي أستاذ جبار بصراحة شديدة بصراحة شديدة هل أنت محبط مثلا من قائمة القرار ومن خطابها السياسي أو عدم تكافؤ الفرص في داخل القائمة هو ليس هناك شيء اسم تحالف القرار هو هناك مجموعة أشخاص دخلوا في هذا التحالف هم أصلا متنافرون متنافسون وخصوم أجبرتهم الحاجة على التواجد في هذا المكان أنا أعلنت نفسي مستقل في هذه القائمة كأنقى بنفسي عن هذا الصراع وإلا بدليل ما حصل من خصام على منرشح رقم واحد وصل إلى حد أن تكون هناك مشاجرة بالأيادي في منزل أحد القيادين بين قياديين داخل هذه القائمة بالتالي أنا عندي مشروع ما عندي مشروع أن أكون زعيم لطائفة أو لمكونا أنا عندي مشروع أن أقدم خدمة لأهلي أهلي الذين تعزل مناطقهم كل فترة يتنسد عليهم مناطق خمس أيام وسبع أيام ما عندي حلم أن أكون رئيس جمهورية وما عندي حلم أن أكون رئيس منزل النواب أو زعيم لا لستن العرب ولا للعراقين عندي مشروعي أن أقدم خدمة لأهلي اللي وقع عليهم ظلم ما بعد ظلم ومع ذلك يجون سياسيين من المكون ومن المناطق يريدون أن يستثمروا هذه الآلام ويذور عاطفة الناس طائفية ليحصدوا أصواتهم ثم ليغيبوا أربع سنوات أخرى بالتالي هذا بالتأكيد يولد عندك مرارة يولد عندك شعور شعور بالظلم أنه أنت تاركني أربع سنوات تجي آخر شهر شهرين تقدم للناس وعود وأحلام زائفة وكاذبة ثم تشعرهم بالخيبة مرة أخرى أربع سنوات نحن لدينا مشكلة نجيب الناخب أصلا صندوق الانتخابات ثم نجيبه ونقشمر عليه مرة ثانية أعتقد القصة ما بيها عدالة ما بيها انصاف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة